شارك سعادة سيد غنب من فضل البعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة والذي عقد أمس في مقار الجامعة بالقاهرة وذلك بناء على دعوة رسمية تقدمت بها دولة الكويت الشقيقة الرئيس الحالي للقمة العربية وقال سعادته خلال مداخلة له في الاجتماع أن مملكة البحرين تعرب عن إدانتها والسنكارها الشديدين لما يتعرض له الأشقاء في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي مرفوض تماما مؤكدا أن تلك الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل في حق أهالي غزة ينسجم والاتفاق الذي أبرم عام 2012 بشأن وقف إطلاق النار بين الطرفين وأضاف سعادته إن ما يشهده قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية هو قتل عشوائي غير مسؤول ترتكبه ترسانة الدمار الإسرائيلية ما يؤدي بالتالي إلى تدهر كل الجهود الدولية السابقة التي بدلها المجتمع الدولي في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على دعم مملكة البحرين لطلب الرئيس محمود عباس من الأمين العام للأمم المتحدة وضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية وصولا إلى إجلاء القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية كما أكد سعدته الدعم مملكة البحرين للمبادرة المصرية التي طرحها وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري على الاجتماع التي ترتكز على وقف جميع الأعمال العدائية في قطاع غزة وفتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية ترجمة نانسي قنقر